حياكم والله في أول فقراتنا لحلقة كويتي اليوم كلنا معرضين للانتقاد هذا شيء ما نقدر نقوله نلا والله في ناس تتعرض للانتقاد وغيرنا لا لكن الانتقاد بعض المالات يكون جدا قاسي ويهدف على قلاتنا بالكويتي لتكسير المياديف وأحيانا أن الشخص اللي قاعد ينتقدنا الهدف من وراء انتقاده عشان هو عنده نقص بشخصيته وقعد يحاول يخفي من انتقاده شو ممكن اليوم نتعامل مع المنتقد والانتقاد بشكل خاص مع هذه الشخصيات سيكون هذا حوارنا الأساسي مع ضيفتنا الموجودة معنا في الستيديو ذكريات خالد مدرب ومقيم معتمد للذكاء العاطفي صباح الخير ذكريات صباح النور يا هلا احنا ما ودنا من الصبح نبدأ بالانتقاد بس عادي لان بعض المرات صجت بالشين صباحة انت بنفسية حلوة ومتفائلة وامورش طيبة وتمام تروحين ويتقبلت دائما شخص جدامج على طول يبي ينتقدش من أول شيء ايتيتي كلمة من أول نهارة على طول يبي يقول لك كلمة من باب تكسير الميادي من باب انه يبين يقول لك لا اقول الصج فليش الناس تلجأ للانتقاد في البداية الناس غالبا لما تتعامل معاك تتعامل معاك بشي داخلها مو فيش انتي يعني غالبا لما انا انتقد انا قاعد انتقد شي داخلي شي عندي انا وقاعد اقول لك يا بصوت عالي هو كأنه قاعد يكلم نفسه وغالبا الشخص المنتقد ترى اهوة تذي مع نفسه فأي احد اهوة تذي مع نفسه راح يعاملك بنفس الطريقة لانه ما يعرف طريقة ثانية غير هالطريقة فعلى انتذي اللي يكلمون بانتقاد او اسلوبهم انتقادي غالبا اهوة اصلا تذي اهوة ناس منتقدة حتى على نفسها احنا لازم نكون عندنا مهارات معينة نتعامل معها هذا الشي ما نقدر احنا نتجاهله او خلن نقول نتجنبه نصدف بعض المرات انت تكوني بمكان بعمل واحد من افراد الاسرة وهو بطبع منتقد يعني فشلون انا ممكن نكون عندي مهارات معينة عشان اعرف شو نتعامل مع المنتقد اه ودي اقول اول شي شغلة عن الانتقاد اهو الانتقاد يعني وارد احنا كلنا ودنا ان احنا ما نسوي شي غلط وودنا نسوي كل شي صح وودنا انه ما احد ينتقدنا بس هل هالشي يعني واقعي مو واقعي صعب جدا فالانتقاد موجود ما نقدر ننكره وراح نصادفه السؤال المهم هو مدى وعيك ان في ناس تنتقد ومدى وعيك في ذاتك في ان انت هل انت مسوي شي صح ولمسوي شي غلط هل الانتقاد رح يأثر فيك هالكثر ولا لا كلنا معرضين حق الانتقاد كلنا ردة فعلنا تختلف في ناس محاصنة نفسها عدل وتعرف نفسها واثقة من نفسها فالانتقاد عادي يعني ما تفرق معه فهو يعني المهارة اللي ممكن ركز عليها اللي هو الوعي انه كثر واعي على نفسك وعلى اللي انت قاعد تسويه فتدري اذا انت بطريج الصح ولا الغلط تمام انزين احنا اليوم محنا عارفين مفرق بين الشخص اللي قاعد ينتقدنا من باب محبتها لنا يعني بوجهنا شافت سلوك تصرف معين وده بس ان يعطينا ملاحظة عشان احنا نكون افضل وبين الاشخاص له والله هو يبين انتقدش بس من باب الانتقاد وهو ما يبين تصيرين زينا وهو ما يبين تكوني متميزة في هذا المجال احنا قلناها قبل شوية بالمقدمة بالكويتي تكسير مياديف احنا نفرق بين الاثنين بين اللي يحبني وبين اللي يعني ما بيقول محتر بني بس يعني بيكسر مياديفي ايه هذا القرار يعني هذا ان انت يتفرقين من يحبني من ما يحبني رد للشخص نفسه يعني انت تعرف من يحبك من ما يحبك من وقريب من ومقريب وبعدين انت يعني حتى درجة الشخص في حياتك انت تقدرها يعني اهو فيه وايد ناس يعني قريبين بصلة الرحم بس مو شرط قريبين منك من قلبك فانت تقدر هذا الشخص قريب هذا الشخص بعيد انا اعطيه الاهتمام او لا اعطي الاهتمام انت بنهاية لا تستطيع اعطي الاهتمام حق كل الناس بنفس القدر لان انت عندك طاقة محددة ما اعطي الكل وما اعطي الكل نفس الاهتمام فانت مدى قربك مدى قربهم لك وبعدهم انت تقدره هذا يستحق ان انا اوكي ممكن اتضايق على الكلمة اللي قالها او ما اضايق وممكن هني احس ان اذا هو قريب انا ادري انه قلب عليه حتى لو بعيد ترى بس يبين اللي قلب عليك حتى طريقة انتقاده ما تكون يعني شخصية تكون على الفكرة نفسها تكون على الفعل نفسه مو على شخصك فانت من خلال الموقف تقدر تحس ترى احنا بعد حتى يعني اذا ما حللتي الموضوع ترى احساسك دايما يصيب فانت في انتقاد ترى يلج وعادي خفيف على قلبك ووكي وفي انتقادي يلج لا تحسينه وعادي ثقيل فتحسين انه اهو في شي شخصي اهو مو بالضبط على الفكرة نفسها هل اقدر اقول الانتقاد اللي يكون فيه شوية تنمر لان الحين الانتقاد قاعد يدش خانة التنمر قلت هذا الانتقاد لما يزيد خصوصا ما يجي من شخص معين دايما وبس يبينتقدك ويمكن يوصل الانتقاد للتجريح للتصغير ممكن انه حتى يضايقك فالناس تحس ان هذا تنمر ماهو انتقاد ايه اذا كان بعيد عن الفكرة نفسها ايه جدا يعني في ناس انت منزل صورة بشي معين وتيتحقش يعني شكلك عيونك اهلك ما يدري منو شكه مالهم علاقة باللي انا نزلت الفكرة نفسها اللي انا كنت قلتها مالها علاقة بشي اللي انت قلتها فيعني انت تقدر ها متحدد هذا تنمر ولا هذا صج قلت ناقشون اللي يحبني وبيني الشخص اللي ما يحبني وذكرتي في ناس ممكن تكون قريبة مني وفي ناس لا تكون بعيدة حتى مو محيط دائرتي للقريبة حتى نتكلم عن الناس اللي قريبة اهلنا اصدقائنا الدائرة الاولى ترى هذا الانتقاد منهم يجرح ويضايق وهو ترى يترك اثر فاليوم انا عشان اقبل الانتقاد سواء كانوا من اهلي ولا من اقرب الناس لي ويكون انا حريصة اني ما اخسرهم ولا هم يأثرون علي بالانتقاد فشون ممكن اتعامل مع الناس القريبة علي لما تبدأ انتقدي بشكل زايد يمكن لو انا اضع نفسي في هالموقف كنت راح اقيم راح اقيم شغلتين فعلي اللي انا انتقت عليه وعلى الشخص نفسه اهو شنو وشنو فعلي فلما اتكلم عن الشخص نفسه انا ادري مثلا هذا الشخص مثلا اي من بيئة او من عقلية معينة مثلا ترفض هذا الفعل فهو انتقدني بناء على يعني تربيته او بيئته فالانتقاد ما يمسني او يمس معتقد عنده انا خالفته فالانتقاد ما يخصني فهني ممكن انا اعزل نفسي يعني افصل نفسي يعني انا ذهنيا عن الموقف اقول ان ايه حرم اهو انتقد لانه ما يعرف هذا الشي او ما تعود على هذا الشي وينتهي الموضوع اللي هني الجزء الثاني الفعل مالي يعني انا اهم اراجع نفسي احنا مدائما صح احنا نخطئ نصيب ونتعلم وعادي فاحنا نراجع نفسنا احنا اليوم يعني قاعد نسوله بشكل جدا واقعي لا انا اخطئ واتعلم ورحلتي في هالحياة لا انا اخطئ واتعلم عادي فانا اراجع الفعل نفسه هل اوكي يسوى ما يسوى اللي انا سويتها صح غلط يناسبني ما يناسبني حتى فيه شغلات ممكن تكون غلط مو كل غلط غلط اوكي يعني مو كل غلط غلط مو كل غلط غلط لان الصح والخطأ وانا اتكلم عن حلال الحرام عشان الناس لا تهاجم قاعد تكلم عن صح وخطأ صح فيه شغلات عندي صح وعندك خطأ والعكس فصح وخطأ مبني عن الشخص نفسه هذه ميوي متقلاتها بيئتها اي او ممكن مثلا مثلا انا بظروفي هذه مثلا هذه كانت طريقة الوحيدة ان انا سوي فيها هالشي ممكن عندي طريقة ثانية او جد يعني في مثلا في فكري انا او في الثقافة اللي انا وصلت لها هذه افضل ما اقدر اقدم فانا انا قدمت هذا الموجود هذا افضل ما عندي فراجع طريقتك تسوى ما تسوى صح غلط وهني يعني يقيمها سواء من الشخص نفسه وشنو معتقداته ومن فكرتك انت نفسها هل ايه صح ولا غلب اش رايج بالناس اللي دولت انا ما احب الناس اصلا يعني تنتقدني محد لا شغل فيني وما يتقبل حتى الانتقاد انا قاعد تكلم الانتقاد بعملاتها يكون ايجابي في انتقاد ايجابي في انتقاد يكون على شكل نصيحة وممكن ان هذا ينبه الشخص انه والله عدل سلوك او عدل الشيء اللي هم شافوا فيه فيه ناس ترفض وتهاجم ايه لان يشوفي الانتقاد ثقيل اوكي يعني احنا نقول عادي انتقدوا عادي احنا قاعد نقوم بسلوك لا لا الانتقاد ثقيل ما احد يحب ان احد اذكرنا قابلشينا ما احد يحب ان احد يقول لا انت غلط فلماته تقول تنتقد الافضل ان انت تقول يعني ان فيه اداب معينة مو بس تقولها بطريقة لطيفة لا هل الشخص طلب منك هل انتقاد او هل الشخص طلب منك رايج اذا ما طلب منك رايج يعني ما لا داعي تنتقده هو مسئلك ممكن ممكن طبعا بس هو هو فيه اداب عامة انت يعني يعني يصير انا اي مني وطريج ويقوله ترى الشغلة الفلانية غلط اذا انا ما سألت انا ما سألت حتى بين الاصدقاء حتى بين القراب والمفروض ان احنا نقدر هالشيء بين القراب اهم من الابعاد اذا القريب ليش اجرحه هو ما طلب لو يبين يصيح رح يطلبها ففيه ناس تقولش يعني شل يعني ما انصح اي ما عن ما تنصح لها من نصيحة لها اداب لما يسألك عن نصيحة اعطني نصيحة ومشكور وانا رح اتحمل مسئولية نصيحتك حتى لو كانت ثقيلة لان انا طلبتها بس اذا انا ما طلبت لا شكرا اوكي ذكرت بما انت ذكرت ان النصيحة اداب خلنا اعطي المشاهدين شلون ممكن للنصيحة اداب خصوصا الحين الكل ما اعطي نفسه الحق انه هو ينصح وما يشوفونها ترى انتقاد قلتوا انا نصيحة احنا قاعد انصحك وعادي يعني ما شاء الله الناس قاعد تبدع بسوشال ميديا الكل ما اعطي نفسه الحق انه يدش اكاونت وما قاعد تكلم بس على المشاهير انا قاعد تكلم حتى لو احنا الناس الطبيعية اي احد قاعد يسوي اتفولو اوه يعطي نفسه الحق انه انا اقدر ادش حد كريات ترى ويقول لها لا صدقيني ما عاجبني اللي انت قاعد تسوينا اي وهو عنده ليملك الحق فاليوم اذا احنا بيقول شنو اداب النصيحة اول ادب واللي قلت قبل شوي لم اسألك اذا شخص ما اسألك عن نصيحة لا تنصح لا تنصح حتى لو تقولي احبه واخاف عليه لا تنصح تعال ثولف عن موقف تعال قل عن شي مشابه يعني فيه اداب غير اللي احنا يعني تعلمناها اللي هو بينك وبينه وكذا فيه شغلات زيادة هل او متقبل مو متقبل هل موضوع حساس عنده ولا مو حساس هل او هو جاهز في اني يناقش هذا الموضوع ولا لا فيه شغلات اولا احنا يعني تعديناها في حياتنا تعور او تجرح بتخيل تنصح لا مو موقته انا مثلا مو جاهزة في اني افتح الموضوع هذا وارجع تناقش فيه فاهم شيء واللي ودي نركز عليه لما اطلب لما اطلب نصيحة شكرا عطني نصيحة وانا اتحمل مسؤوليتها دام انه انا ما طلبت ما لدي عنزين اللي يقعي انتقد الحين بالسوشال ميديا قاعد يقول انا قاعد اكتب وبعض المرات تقول ما احطها بالكومنت اجزل الشياه بروحش دائرة يعني هذه اداب نصيحة ايه يعني قاعدوا شخص مو مجدام الناس ايه اداب بيني وبيني تنزلت الشياهة دائرة ونصحتك وبين الناس اللي تقول لا والله رفع عليها السماعة والتليفون وادق وقل وفي مني يقول لا والله اقعد جدام ذكريات وقل لها النصيحة اللي بخاطري لها شرايج بين الناس اللي قاعد تاخذ النصيحة باشكال مختلفة في اماكن مختلفة مني قيام على احد يعني حتى لو تدري يمكن لو احنا مثلا النصيحة ممكن تتقبلها من شخص قريب ممكن لم يسولف معات مثلا شرايج بالشغلة الفلانية وتدري يعني حتى ما انصح ممكن يقولش جربتي تسوينها بالطريقة كذا يعني اكون انا عقل ثاني يفكر معات اكثر مما كون انا ناصح ووعظ يعني جربتي تسويها بالطريقة الفلانية تابعين اساعدتش بكذا كذا كذا في يعني اكثر من اسلوب اكثر من طريق احس ان اصج قلبك علي اكثر مما انا لا لا تسوي شي سوي شي هذا صح هذا غلط حتى الطفل ترى ما يتقبل هذه الفكرة في ننتج تقول هذا صح هذا غلط فموالك فيه شخص كبير ففي كل الاحوال سوى برايفت ولا بالكومنت ولا بأي طريقة لا لا فيه اداب وفيه احساس المفروض انت تحس اذا انت ثقيل على هذا الشخص ولا لا وتوقف يعني مو غصب ملازم والشخص هذا ما رح يضيع اذا انت وانا صحت يعرف كلنا نعرف طريقنا وكلنا نحس اذا احنا بطريق صح ولا غلط اوكي ممكن بالبداية انا اسهل اغلط اجرب احنا اوقات يعني نهاجم الناس اللي تجرب وانا يعني كأنه لازم من اول مرة تكون صح ما في احد من اول مرة صح من حقك تجرب تشوف اكثر من طريج تشوف بعدين طريج اللي يناسبك عادي مقبول احنا عندنا يعني شوي كونسبت ان لا تخطئ ويد كبير هو الخطأ عجيب الخطأ يعلمك ان انت صح لهذا طريج اوكي ما يناسبني شكرا انا عرفت الاجابة يعني ما احتاج ان احد هي قايد مي يعني ما لا داعي انا اجرب نفسي وانا اختار طريجي صح مثل ما قلت اعتقد الناس تجنب الخطأ اكثر من ما هي ممكن تتعلم الدرس كبير من وراء هذا الخطأ وذكرتي قبل شوية كلمة وعد حلوة ان انتقال لبعض الالفاظ ترى ممكن انت فعلا قعد تنتقدني الحين لكن يختلف بين انت تشيلها المفردة وتختلف النصيحة بشكل كامل يعني ويمكن الشخص عتي يتقبلها وما يهاجمك اذا بالحابة توجهين نصيحة اليوم للشخص اللي عنده هذا الشعور انه لا انا والله لاني قضوي على الناس لاني احب فلانا ولنا هذي اختي ولنا هذا اخوي ولنا هذا صديقي ما يقدر خاصوا هذا الطبعة يحب ينصح بس الناس قاعد يقول انت تنتقد فاليوم دكريات اذا حابة في نهاية هذا اللقاء توجهين رسالة حق هذا الشخص يعني ممكن اقول ان تعاطف مع الاشخاص اكثر مما انت تنصحهم يعني لما تبتيب بتبلش بنصيحة حاول تمسك عمرك وتقول خلس مع منه خليه سولف ترى يعني تساعده اكثر لما تخليه سولف تساعده وايد اكثر فيه شغلات احنا تكون داخلنا وما نعترف فيها الا لما تنقالب صوت عالي صح فعطى مجال انهو يسولف عن نفسه بدلة تنصحه وعطى مجال انهو يشوف شنو الخيارات عنده ساعده في انه يختار وبس يعطيك العافية اكثر من شدي يعني لا شكرا اعتقد ان الناس للناس وما احد وده يعيش بروحه او الناس ما تنصحه وتوجه للطريق الصح لكن اختاروا الفاظكم بعناية لان الموضوع كله عبارة عن شنو الكلمة اللي تطلع وتبدر منك للشخص المقابل لك ذكرياتك اليومات شكلها كانت جميلة شكرا واستمتعت اليوم في هذا اللقاء الخفيف وتمنى ان شاء الله الناس خذت فيه كلام ذكريات وش كثرها فعلا ترى الكلمة لها اثر وقع جدا كبير كانت معنا في هذا اللقاء ذكريات خالد مدرب ومقيم معتمد في الذكاء العاطفي تمنى ان شاء الله كل الناس يكون عندها هذه المهارة لان نحن بنعيش في سلام والكل قلب على الثاني اكثر من نشيل على الثاني مستمرين في حلقة كويت اليوم رح نطلع بس فاصل صغير ويشوف منو ضيفنا القادم في حلقتنا